يا سيئين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على طراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتمر قوما ما امر آباءهم فهم غافلون لقد حق الغول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأنقال فهم مضمحون وجعلنا من بين أيديهم سنة ومن خلفهم سنة أوشيناهم فهم لا يؤمنون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من سبع الذكر وخشي الرحمن الحيب فبشره بمغفرة وأجر كليل إنا نحن روحي الموتى ولدتهم ما قدموا وآتارهم وكل شيء أحطيناه في إمام مبين واضلوا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعزلنا مثال فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تسلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لم مرسلون وما علينا إلا البلاء قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إن عذاب أليم قالوا ما أأمركم معكم آئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أدروا وهم مهتدون وما لي لا أعرف الذي فقرني وإليه ترجعون آه أتخن من دونه إهالها إن يردني الرحمن بطر إلا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينسبون إني إذن في ظلال مبين إني آمنت بربكم فاتمعون حين ادخل الجلة قال يا ليس قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أزلنا على قومه من بعده من جلد من السماء وما كنا منزلين إن كانت الأطوحة واحدة فإذا هم طامنون يا حسرة على العباد ما يخيه من رسول لا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محمرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وآناب وفجرنا فيها من الليون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحانا لني خلق الأزواج كلها مما تفلس الأرض وفي الأنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقد لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد تغناه منازل حتى عادت العرجون القديم للشمس ينبغينها تدرك القمر ولا الليل سابق النهيل وكل في فلك يسمحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وقلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغلقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها عبرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من ما رزقت الله قال الذين كفروا بالذين آمنوا أنقعهم ولو يشاء الله أبعمه إن أنتم إلا في ظلاء مبين ويقولون متى هذا المعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا طرحتهم واحدة تأخذهم وهم يقصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصول فإذا هم من الأجناس إلى ربهم ينسلون أغياء وإلنا من بعثنا مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق الأسلون إن كانت إلا طيحة واحدة وإذا هم جميع المليئة محمرون فاليوم لا تظلموا لم تنه شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال عن الأرائك متكهون لهم فيها باقهة ولهم ما يستعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا طراق مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقنون هذه جهنم التي كنتم تعذون أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كان يكفرون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا في عاطف وأنا يبطرون ولو نشاء لطمسناهم على مكان فيه فما استطاعوا بيه ولا يرجعون ومن نعمل هنا كثوب الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينفغي له إن هو إلا ذك وقرآن مبين ليولغ من كان حيا ويحق الغول على الكفرين أولم يروا أنا فلقنا لهم من ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها خالكون وذللناها لهم فمنها ركومهم ومنها يأكلون ولهم فيها حافع ومشارع أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جهود محضرون فلا يحكم كقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يغللون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نقفا فإذا هو خطيب مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العرام رحي رميك قل يحييها الذي أنشأها أول مروا وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أفضل نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السمارات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كون فيكون فسبحانا حبيب يده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون